بين النضاء الأحمدية الله يستهر يمكن كثير من الأميين والجهلاء والفقراء يعني أسوأ أسوأ رئيسة على الأمي للأسف نحن ضد هذا الشي نحن أقول غير ذلك سوزان عندنا مليون ونصف ناس على سوريا حقراء معدنين لبناني ما بقى عنده محل يشتغل هيدا الشي حول سياسي أنا وبعرف شو لازم من أول لبنان منهار ما بل بقلنا إلا الخرزاء شو يسموها؟ الخيزراء نحن الشعوب العربية ما بل بقلنا إلا الحاكم الدكتاتور لأنه نحن ما تربينا على ثقافة الحرية باختصاص أنا معك مية بالمية تايم تايم ماكسين ما بدا تحكي أنا ماكسين وماكسين أنا حكيت معه حتى جمال قعدت وحكيت معه وتناقشنا وتحاورنا وما وصلنا لنتائج إيه؟ عادي كل واحد اللي رأيه بالأخير عنده هيدا الدماء الدماء طبعا الرئيس بشار الأسد رئيس جدا حضاري وسوريا لا تستحق بصراحة ليه؟ هيك لأنه أنسان حضاري مش سوريا مش سوريا بعض لأنه العقول تسكرت والعيون تجمدت والقلوب نعمت كل مرة بقول ما رح أحكي لشو الحكي ما حدا رح يسمع وما حدا رح يغير قناعاته سواء أنت لو أي حدا مخالف تنوضح أنت ما قصدت بس المخالفين السوريين لا المخالفين بالإجمال أنا تركت بيتي بدوحة عرامون وعن بيشوفوني هالناس الطيبين وعادت عيال سورية ببيتي اللي هو قصر مش بيت بس سألتهم سؤال واحد أنتوا مع بشار الأسد ولا ضدوا نحنا مع بشار الأسد كنتفضلوا هالبيت لألكن لو كانوا ضد بشار الأسد كنتي حدخليهم وأي حدب تشدخ بأن عنصرية يخرصوا أوكي لو كانوا ضد بشار الأسد كنتي دخلتيهم لا كنت بلغت عنوان وأبارتون هم موسيقى 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 موسيقى